وفقاً لتقدير نشره برنامج الأمم المتحدة والذي ينص على أنه إذا استمرت الحرب في أوكرانيا قد يكون ما يصل إلى 90% من السكان في فقر أو يخسرون 18 عاماً من التنمية الاقتصادية وتشير هذه التنبؤات التي نشرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأول مرة عن تأثير الصراع إلا أن ما يقرب من ثلث الأوكرانيين سيتمكنون من العيش تحت خط الفقر لأكثر من 14 مرة مما كان متوقعاً من دون حرب في العام المقبل بالإضافة إلى ذلك يقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي له وجود كبير في أوكرانيا أن 62% أخرى من البلاد قد يكون لديها خطر كبير للوقوع في الفقر وفقاً للدراسة إذا استمرت الحرب فقد تضيع 18 عاماً من التقدم الاجتماعي والاقتصادي أيضاً قال إخمشتاينار مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوكالة رويترز للأنباء إن وكالته تعمل مع حكومة كييف للتجنب أسوأ سيناريو انهيار للاقتصاد ويأمل في توفير تحويلات نقدية للأسري لشراء الطعام والأساسيات الأخرى لمنعهم من الفرار تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قال إن عملية التحويلات النقدية الطارئة التي تكلف حوالي 250 مليون دولار شهرياً ستغطي خسائر الدخل الجزئي لمليونين وستمائة ألف شخص من المتوقع أن يسقطوا في براثني الفقر من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بمقدار عشرة في المائة في عام 2022 أي هذا العام بسبب الغزو الروسي للبلاد لكن التوقعات قد تزداد سوءاً إذا استمر الصراع لمدة أطول حسب ما قال صندوق النقد الدولي